اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في تلات قيود بترد على النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية هو قيد الشكوى والإذن والطلب النهاردة بس هنتكلم على قيد الشكوى عشان نفهم ايه هو قيد الشكوى هنشوف التعريف بتاعه هو تعبير المجن عليه في جرائم محددة عن رغبته في تحريك الدعوة الجنائية ضد مرتكبها يعني المجن عليه اهو هو صاحب الحق في الشكوى تعبير المجن عليه عن رغبته في جرائم محددة يبقى ان الجرائم دي ورد على سبيل الحصر في تحريك الدعوة الجنائية ان انا عايز اوصل صوتي للقاضي عشان يحكم ضد الجاني للحكم ضد ايه مرتكبها تحريك دعوة جنائية وضد مرتكبي هذه الجرائم طيب الاصل يا جماعة ان اي جريمة بيتم ارتكابها في المجتمع دي بتعتبر اعتداء على المجتمع ككل زي ما احنا عارفين وزي ما الموضوع متأصل ليه في القانون الجنائي المصري طيب لذلك وفقا للقاعدة اللي انا بقولها المجن يعني ما بيكونش ليه اي دور في الدعوة الجنائية بيبقى دوره منزاوي خالص وبيبقى النيابة العامة هي التي تباشر الدعوة الجنائية بوصف ان المدني عليه الحقيقي هو المجتمع لكن في احوال معينة قدر فيها الشارع مصلحة المدني عليه في تحريك الدعوة الجنائية او لا زي ايه مثلا واحد ابنه سرق منه طيب يبقى هنا ممكن ان الاب يحب انه ما يحركش الدعوة الجنائية ضد ابنه لانه هو يعني اه صحيح السرقة بتبقى جريمة ضد المجتمع لكن هي جريمة ضد هذا الاب في الاساس ولو دخل الابن السجن وهو يعتبر الاب هو المجني عليه وهو المتسبب في كده بيبقى الازع عليه مضاعف فهنا قال لك لا فيه جرائم معينة زي ما حنشوف بيقدر فيها مصلحة المجني عليه ويقول لك لا المجني عليه هنا هو اللي يقرر هل حيشتكي وحيعبر عن رقبته لتحريك الدعوة الجنائية ضد الجاني او لا خلاص يبقى هي دي الشكوى تعرفها باللغة العربية الفصحة هو زي ما انا شرحت لكو كده باللغة العامية علشان خطر ان احنا نبقى فاهمينها على سبيل التحديد طيب دلوقتي لازم ان انت تبقى عارف ان الجرائم التي يحق للمجني عليه الشكوى فيها علشان خطر ان هو يحرك الدعوة الجنائية دي جرائم محددة يعني كل الجرائم عمتا ما بتشتغلش بالشكوى النيابة العامة حرة ان هي تتصرف فيها زي ما هي عايزة معادة جرائم معينة تمام النيابة العامة ما بتكونش حرة التصرف فيها او حرة في تحريك الدعوة الجنائية فيها الا بعد تقديم الشكوى ايه هي الجرائم دي الجرائم دي تم النص عليها في المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية ادي لكم مثال عليها السرقة مثلا ما بين الاصول والفروقة واحد اب سرق من ابنه او ابن سرق من ابوه هنا الشخص المجني عليه لازم يشتكي الشخص الجاني علشان خاطر ان النيابة تقدر ان هي تحرك الدعوة الجنائية جريمة الزنا ما بين الازواج واحدة جزهة زنة في منزل الزوجية مش عايزة تشتكيه محافظة على الاسرة او كذا واحد مراته زنت ومش عايز ان هو يشتكيها علشان خاطر ان هو لا يصاب الابناء بوصمة العرق او كذا جرائم القصف والسب مثلا واحد تشتم فيقولك انا يعني انا خلاص تم سبي او تم قصفي لا اريد المطالبة الجنائية لان المطالبة الجنائية سوف ينطوي عليها يعادة فتح تحقيق وحيسبب لي ده ألم نفسي واخد تتناول الصحف الجريمة بالذكر او كذا فيتعرف ان انا تشتمت او ان انا تقذفت او تم سبي على نطاق واسع جدا فهنا المشرح هنشوف ان هو ايه قدر مصلحة المجن عليه وقال لك ان هي في هذه الجرائم لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوة الجنائية الا بعد تقديم طلب معين او ان هو يعني التحقق من رغبة المجن عليه في تحريك الدعوة الجنائية طيب في حاجة هنا حالة اسمها تعدد الجرائم يعني تخيلوا ان واحد عمل كذا جريمة منهم واحدة يعني عملهم غرى بعض منهم واحدة من هذه الجرائم اللي احنا قلنا عليها التي لا يحق لنيابة العامة تحريك الدعوة الجنائية فيها الا بعد تقديم شكوى من المجن عليه زي ايه مثلا تعال اقول لكم واحد عمل جريمة زنا بواحدة في مكان عام فهنا هو يعتبر انه هو عمل جريمتين جريمة الزنا واثنين جريمة الفعل الفاضح فيه اللي هو في الطريق العام طيب هنا الارتباط ما بين الجريمتين مادي ولا معنوي ايه الفرق ما بين الارتباط المادي والمارتباط المعنوي الارتباط المعنوي انه هو هي الجريمتين اللي زقين في بعض لا يمكن فصلهم يعني هو زنا في مكان عام فهنا عمل جريمة الزنا وجريمة الفعل الفاضح في الطريق العلني او الفعل الفاضح العلني ففي هذه الحالة يبقى هنا تعدد ايه معنوي ففي هذه الحالة لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوة الجنائية سواء في جريمة الزنا أو في جريمة الفعل الفاضح أما لو كانت تعدد مادي زي واحد مثلا بيزني بوحدة وعمل عقد مثلا جواز ما بينه وما بينها مزور علشان خاطر أنه يعجر شقة علشان خاطر أنه يقض فيها الوقت مع بعض فهنا هو عمل جريمتين برضو جريمة التزوير في محرر نفس رسمي وجريمة الزنا لكن هنا التعدد مادي يعني ما كانش لازم أن أنت تتظور في محرر رسمي علشان خاطر أن أنت ترتكب جريمة الزنا فهنا تقدر النيابة العامة تعمل تحرك جريمة التزوير محرر رسمي ومن غير ما تحرك جريمة الزنا لأنه التعدد في الجرائم في هذه الحالة مادي فيمكن للنيابة العامة تحرك الدعوة في جريمة معينة ولا تحركها في جريمة أخرى طيب ننتقل للنقطة الرابعة من له الحق في تحريك الدعوة الجنائية في الحقيقة الذي له الحق في ذلك هو المجني عليه فقط وليس المضرور من الجريمة انتوا عارفين فيه فرق ما بين المجني عليه والمضرور واحد مثلا اتضرب وتقطعت ايده ده المجني عليه أما المضرور من الجريمة ولاده الراجل ده مش حيارف أنه يصرف عليهم لكن هل لولاده هنا بيكون فيه حق الشكوى؟ لا لكن المجني عليه المباشر له الراجل اللي اتقطعت ايده ده هو الذي يكون له حق الشكوى طيب في حالة التعدد واحد عامة الجريمة ضد كثير من المجني عليهم أي واحد فيهم بيشتكي بيحرك الدعوة الجنائية يعني النيابة العامة مش لازم كل المجني عليهم يشتكه يكفي واحد فيهم بس يشتكي حتى تصبح النيابة العامة حرة الحركة في مباشرة الدعوة الجنائية مرة أخرى طيب هل يستلزم القانون أهلية معينة للمجني عليه صاحب الحق في الشكوى؟ قال لك هي الأهلية القضائية اللي هي بتتم ببلوغ المجني عليه الخمسة عشرة عاما طيب نبتقل للنقطة اللي بعديها ضد من يتم تحريك الشكوى طبعا ضد الجنائية وإن تعدد الجنائية فلا يجوز السسناء بعدهم عن البعض يعني أنت مثلا ابنك جاء سرقك ومعه مجموعة من الآخرين ما ينفعش أن أنت تقول لا خلاص أنا هختصم الآخرين وحسسني ابني بتتحرك الدعوة ضد جميع الجنائية هل استلزم المشرع شكل معين للشكوى؟ قال لك لا قد يكون هذا الشكوى بيتتم بشكل شفاهي إنه يروح لوكيل النيابة يقول له أنا عايز أشتكي ابني وعايز أن أحرك الدعوة الجنائية أو تكونك كتابة يقول له اكتب طلب ده أو حتى لو ما كتبش بيكتفي بالشفاهية وبتكون النيابة في هذه الحالة حرة في تحريك الدعوة الجنائية طيب هل الشكوى مدة يعني واحد عمل سرق من بابا وبعد كده الأب ما قدمش شكوى للنيابة العامة فأصبحتها في هذه الحالة النيابة العامة يدها مغلولة لتحريك الدعوة الجنائية وفات وأبوه الأب عمال يهدد الابن يا لو عملتش كذا أنا هحرك الدعوة ضدك لو ما عملتش كذا أنا هروح أشتكيك وحرك الدعوة ضدك الموضوع ده صالح لثلاث شهور بس بعد الثلاث شهور تهديد الأب في هذه الحالة سوف يزبح يعني بلا معنى لأن بعد ثلاث شهور ما ينفعش أن أنت تحرك الدعوة الجنائية عن طريق أن أنت تشتكي الجاني هل النيابة العامة بعد كده بتكون ملزمة أن هي تحرك الدعوة الجنائية بعد تقديم الشكوى من المجني عليه؟ لا طبعا هي أن أنت بس بتشيل من علاق ديها الأغلال اللي كانت موجودة أصبحت هنا حرة الحركة أنها تحرك الدعوة الجنائية لكن حريتها دي مش معناها إلزام لها أنها تحرك الدعوة الجنائية ممكن أنها تؤمر بأن لوجهة لإقامة الدعوة أو تؤمر بحفظ الأوراق حتى بعد لما أنت اشتكيت لأن أنت رفعت عنها القيد بس ما ألزمتهاش بالتحرك طيب المفروض أنه مدام فيه جريمة من جرائم الشكوى أو الإذن أو الطلب زي ما إحنا هنشوف المفروض أن النيابة العامة لا تأخذ أي إجراءات معينة خاصة بالقضية لكن بيستسنى من ذلك حالتين حالة التلبس ودي بتبتدي أن هي النيابة العامة تتحرك علشان خاطر أن هي تجمع الأدلة لأن الجريمة بتكون لسه المتلبس بها بتكون ساخنة والأدلة لازالت موجودة فإحنا بنجهز الأدلة وبنحفظ البراهين علشان خاطر إدانة المتهم في حالة ما اتخذ المجني عليه قرار واشتكى الجاني فهنا بيكون الأدلة بتاعتي موجودة وجهزة اتنين في حالة أن المجني عليه هو موظف عام تم سبه أو قصفه أثناء تأدية وظيفته ففي هذه الحالة بيحق أيضا لنيابة العامة أن تباشر بعض من سلطتها في جمع الاستدلالات وأخذ إجراءات أولية لحين تقديم المجني عليه للشكوى لما ما يقدمش الشكوى خلاص مش حظر أن أنا استمر أو أن أنا أرفع حرك الدعوة للقضاء لكن حطر أن أنا حسكت خلاص لكن لو أخذ المجني عليه قرار أنه عايز يشتكي ففي هذه الحالة بتقدر نيابة العامة بتسترد حريتها وتقدر نيابة حرك الدعوة الجنائية بناء على الإجراءات اللي هي اتخذتها طبعا عشان موظف عامه في الدولة وكذا فإحنا بنحفظ له حقه بنحفظ له الأدلة بتاعته وفي حالة ما هو قرر أنه يشتكي بنقدر أنه نحن نثبت الجريمة على مرتكبها بسهولة آخر نقطة من هذه النقاط انقضاء الحق في الشكوى طبعا هو الحق في الشكوى زي ما احنا بنشوف بينقضي برضو بعد مرور مدة معينة وكمان بينقضي بالوفاء يعني لو المجني عليه توفى في هذه الحالة لا يكون المضرون من الجريمة زي ما احنا شفنا الحق في الشكوى ولو كان فيه أكتر من مجني عليه لازم كل المجني عليهم يتوفوا حتى لا يكون هناك حق للمجني عليه في الشكوى لو هو اشتكى وتوفى فبتفضل الدعوة شغالة في هذه الحالة ولن يملك أحد برضو في هذه الحالة التنازل عن الشكوى لأن المجني عليه ممكن أنه يكون قد توفى وبرضو بينقضي الحق في الشكوى بالتنازل التنازل أنه هو برضو حتى أنت مثلا قلت لهم أنت اشتكيت وحركت الدعوة نحية ابنك وابنك وقف قدام القاضي والقاضي ابتدى أنه يبشر المهام بتاعته لكن في كل هذه المراحل طالما لم يصدر على ابنك حكم بات تقدر أن أنت تتنازل عن الشكوى بتاعتك وفي هذه الحالة يعني القاضي بيتوقف عن النظر في القضية لازم أن ده يكون قبل الحكم البات الحكم البات إيه؟ قبل الحكم النهائي لكن يستثنى في بعض الحالات أن أنت ممكن تتنازل حتى بعد الحكم البات يعني اتحكم حكم بات واتدى حتى الجاني أنه هو ينفذ العقوبة الخاصة به لكن أنت برضو تقدر أن أنت تتنازل على الرغم من ذلك فيه جرائم معينة اللي هي السرقة ما بين الأصول والفروع وزنة الأزواج بس هو ده الدرس الخاص بالشكوى بكل بساطة هو درس بسيط ويعني هو مفوش صعوبة والمسألة فيه واضحة واضحة إزاي؟ النيابة العامة بتكون هي صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوة الجنائية لكن بتبقى يدها مغلولة في بعض الحالات بتلت قيود القيود الأول اسمه الشكوى والإذنه الطلب إحنا النهاردة بنتكلم على الشكوى الشكوى لها تعريف وقلناه أنه تعبير المجن عليه في جرائم محددة عن رغبته في تحريك الدعوة الجنائية ضد مرتكبيها لقينا أن الجرائم الخاصة بالشكوى محددة على سبيل الحصر ولا يجوز القياس فيها لكن في بعض الحالات لو تشبهت العلة ممكن أن نعمل القياس لأن ده نص إجرائي فيه فرق ما بين النص الإجرائي والنص التجريمي النص التجريمي ما ينفعش لأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص لكن النص الإجرائي ممكن أن أنا إيس عليه تمام يعني ابن مثلا بدلا ما يسرق من أبو ارتكب جريمة من جرائم خيانة الأمانة مع الأب ففي هذه الحالة برضو تعتبر دي جريمة من جرائم الشكوى تعدد الجرائم برضو بيقيد النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية ضد في الجريمة الثانية إذا كان التعدد معنوي أما إن كان التعدد مادي فالنيابة بتتقايد فيه جريمة الأولى ولا تتقايد فيه الجريمة الثانية المجني عليه هو صاحب الحق في الشكوى بتقدم الشكوى ضد جميع الجناة بغير استثناء شكل الشكوى بيكون شفهي أو كتابي مدة الشكوى بعد ثلاث شهور وبعد كده ما ينفعش تشتكي لكن طبعا ينفع تتنازل لو أنت اشتكيت طيب سلطة النيابة العامة بترجع لها يعني بترجع لها ممكن إن هي إن هي تحرك الدعوة الجنائية أو إن هي تأمر بحفظ الأوراق أو أن لوجهة لإقامة الدعوة زي ما هي شايفة فيه المفروض إن هي ما بتاخدش النيابة العامة أي إجراءات غير في حالات التلبس أو جرائم السب والقصفة التي يكون المجني عليه فيها هو موظف متنقضي ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه أو تنازل عنها على النحو الذي أوضحناه شكرا 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 شكرا